مركاتو العام هذا ما كانش عادي أما أكثر حاجة تعمل كيف كنشوف ملعبيتنا توينسا ينتقل الدوليات الكبار تي الموفيد اللي يهمنا في اليوم اني باش نحكي على أحسن عصر الصفقات صاروا الملعبية توينسا في المركاتو الصيفي مستنعات وارغاك اللايك باطن وما تنسيش انك تفضل استنبيهات باش ما تفوتك حتى فيديو كيف كيف ما تنسيش انك تابعنا على الباشفيسبوك وعلى انستغرام هاكونوا واضح لما نتوقع أحسن عصر الصفقات اللي باش نحكي عليهم رام رايش شخصي اذا انتي توف عنك صفقات خير من الصفقات اللي باش نحكي عليهم خليهم في الكومنترات كعاصر أحسن صفقة صارت ملعبية توينسا في المركاتو الصيفي حاسما نشوف انا صفقة انتقالة للشكل اعارة للجناح الايصر من أصول طنصية ومصرية وفرنسية هيسم حسين اللي خرج من فيا ريال وانتقل الجمعية تكور في الدرجة الثانية الإسبانية كلوب دي بورتيبو ميراندسون وعلى فكرة بشيكون في علمك اللي هيسم حسين موسم اللي بيت لعب من الفريق الثاني دع فيا ريال وكان موجود حتى من الفريق الأول في المجموعة لكن الخروج وعلى شكل اعارة هذا بشيكون فايدة الملعب انتقاله الدرجة الثانية على شبية على خاطر من ناحية الجمعية هذه تلعب على الصعود من ناحية اخرى انه يلعب اكثر مع البروفيسونيل ومن ناحية اخرى انه الخبرة متاعه يزيد اكثر بحكم انه يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية وحالياً قاعد يلعب مع جماعته اعرباً ما تشوي تلعبه مع كلوب دي بورتيبو ميراندس اعطاه فيهم زوستة ميرات حاسمة نتعديه بتصل احسن صفقة هي صفقة انتقال كريم العريبي من الاسبيرونا للريجينا اللي تلعب في السيري بي برشعبت لوم عالم لعبي هذا عليش كل مرة يختار انه يلعب في جماعية السيري بي على الرغم انه جماعته تلعب في السيري ا وعلى الرغم انه تلعب مع جماعته للسيري ا لكن اللعب خير انه يبقى يكور مع جماعية تكور في السيري بي هذا خيار شخصي للعب ويشوف روح يكور في السيري بي خير من اللي يبقى على البنك في السيري ا مع جماعيته ثمان احسن صفقة هي صفقة انتقال معتز زمزم من سرسبورغ النيور اللي تلعب في الدرجة الثانية الفرنسية حسن ما نشوف انا احسن اختيار عامل من لعبي باش يعاود مر اخرى يتلنصه ويعاود مر اخرى يلنصي كاريرو نذكر الموسم اللي فيتلعب في الدرجة الثالثة الفرنسية وخروج الدرجة الثانية نقول لك مر اخرى احسن اختيار عامل من لعبي على خاطر عندك من ناحية اللي جماعية هذي استابل فليك دو لا يقعد تطلع ولا يقعد تطيع وزيد كامل يريني فاهم ودرب عنده فكر عن ملعبية توانسا نظرا اللي ريني في تونس قبل سيبا سين دي سابر اللي اللي حكي هي تنجمت سهل برشا حاجات على اللعب سيبا احسن صفقية صفقة انتقال علي العادي من باري فسي الكون الفرنسي دو جمعية هذم يكوروا في الدرجة الثانية الفرنسية لكن اللي خال المعبي هذا ينتقل لجمعية هذي كون هو مشروع الجمعية ماستيفان مولان انها ترجع مرة اخرى للليك اون وعرف برشا عبا تتسير عليش مشي من جمعية الليك دو لجمعية اخرى لليك دو كانوا عملاو ينجموا يطلعوا للليك اون وحسا ما تشوف انا باري فسي انها ترجع مرة اخرى للليك اون هو اللي خالت المليعبي انه يصح مع الجمعية هذي سادس احسن صفقية صفقة اتقال مرتضب والناس من نجم الساحلي الكاسم باشا التركي اللي فيسه على اللعب فرض روحه وكمل الانتقال هذي صار بشي عوض رحيل وسيما الحديدي اللي رجع الجمعية في السعودية الانتفاق السعودي واللي فرض مرة انتقل الجمعية اخرى في تركيا خامس احسن صفقية صفقة اتقال محمد الحاج محمود من نجم الساحلي اللي فيسه ليوغانو السويسري بستة مئة وخمسين الف يورو انتقال بايه اللي لعب علخ خاطر في عمر واحدة وعشرين سنة ملاعب بشي اخر تحترف بشي يكسب اكثر خبرة ومن ناحية اخرى الجمعية تحط لك مبلغ ستة مئة وخمسين الف يورو هلعية مهوش بالفارغ معناها الجمعية تتمنوا بالملاعب انه ينجم يكون عنده مستقبل كبير وينجم ينجح مع جمعية هذي لكن اللي يبقى في الاخر روحات شي ما يجيب السيال كل شي يجيب الخدمة بدنا نقرب بشوية بشوية الأحسن صفقة صارت في المركات الصيفي نحكي طوارابة أحسن صفقة هي صفقة انتقالة لشكل اعارة الحمزة رفيع من نادي جوفانتس النادي استونداردو اللي يجلب الجيكي اللي تلعب في الدرجة لولا واللي يشوفها يكون واضحين روى ملاعب يلعب في الجامعية ثانية مرة تلعب مع جامعية لولا لكن الخروج وهكا على شكل اعارة روى بفايدة الملاعب كيف كيف بفايدة الكيب ناسيونال بشكل صارت يجيب فيه يكون حاضر فيه تعديل الثالث أحسن صفقة صفقة انتقالة سيف الدين الخاوي اللي يجلب الكونترامة مع نادي مارسيليا وانتقال نادي كليرمون اللي تلعب في الليك 1 كيف كيف نفس الموضوع ملاعب يهم انه يلعب مع جامعية وانه ممشيش معتها رغم العرور اللي جيته من تركيا خير انه بشبقة في الليك 1 سيح جامعية مزيكي تلعت كنها قاعدة تعمل في بداية موسم ماشي عادي باللعب دي اقوى تون ونحكيه وعلى الثاني احسن صفقة صارت في المركات الصيفي هي صفقة انتقال المتصر الطالبي من نادي بني بنتو النادي روبين كنزان اللي يلعب في الدرجة الولى الروسية ولموسم هذا خرج من البراج انه يلعب في السبقات الأوروبية لكن اليوم ان شاء الله يكون موجود الموسم الجاي اللي انتقال هذا صار ب900 تالف يورو نذكر المتصر الطالبي خرج من رايدر سبور التركي في المركات الصيفي وانتقال بني بنتو نظرا اللي كان فانت كونترا لكن الكلوز اللي كانت عنده من نادي بني بنتو هي ب900 تالف يورو نحكيه اكثر الموضوع هذا متصر الطالبي كيتفاعم بني بنتو على اساس انه بشي يبقى معك تبقى جامعية تلعب في الدرجة الولى لكن تيوحى الدرجة الثانية هو اللي خليته انه يخرج من الجامعية اما من حيات اللعبات بشغول طاو عليش خرج من الدرجة الثانية الاطالية ومشي كور في روسيا خيار اللعب وروب من كازان جامعية كبيرة في روسيا وهكا نكون صنعت احسن صفقة صارت في المركات الصيفي الحالي هي صفقة انتقال ووجدك الجديدة من النجم السيحلي النادي ساليرنيتانا الايطالي اللي تلعب في الدرجة الولى ميزيكي طلعت للسيدي الايطالية عنا مودة نستنعوا في الانتقال هذا نظرا ان كل فتحة انتقالات واجدك الجديدة في جامعية هو في نونت وفي فرنس كل مرة يسمعنا جمعية من إسبانيا، جمعية من تركيا، وشيكتاس، وصمعنا سكيف تيسانتتين في المركاتو الحالي لكن في الأخر اللاعب خرج من النجم السعلي في نهاية عقده وانت قال نادي يلعب في السيري آل إيطالية ستكون واضحين من توقف أنك تلعب في السيري آل إيطالية هذا شيء مهي سهل وكمل تكون أساسي مع جمالتك في السيري آل إيطالية وانك تلعب ما تشوت في السيري آل إيطالية حاجة تفرح على الخراب عليش أخطرتك أحسن صفقة إنه صارت المنعبية توينسا في المركاتو الصيفي الحالي ظهر لي بوتو سنة لأخر فيديو، هذا ممكنه أحسن عشر الصفقات حسب نشوفهم إينا صاروا في المركاتو الصيفي طيب ما عليك نقول لك بسليما ما تنسيش إنك تابعنا الباشفي سموكو إنك تابعنا لإنستغرام وملتقنا في الفيديو الجاية في الأمان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر